ايمان طاهر مدير فني مدرب حراس المرمى في نادي الزمالك في قطاع الناشئين تولى المهمة اخيرا مع التغيرات اللي حصلت في قطاع الناشئين بينوي ان هو يعدل بعض المواقع المدربين حراس المرمى هو شايف ان مثلا 2003 محتاج مدرب مواصفات معينة بيغير بيجيب مثلا 2003 وعد يحط 2003 وهكذا يعني احنا عايزين نقول لحضراتكم ايه ما فيه شك انه الحقيقة ايمان خبرة كبيرة جدا طبعا ما فيه شك ايمان طاهر خبرة كبيرة وفي نفس الوقت يعني عنده دراية كبيرة جدا بقطاع الناشئين وايضا اللعيبة اللي بتلعب فيه قطاع الناشئين وبالتالي هو بيوظف المدربين حسب قدرات كل واحد منهم فيه فريق فعشان كده ايمان طاهر بيحاول ان هو يعدل هذه الامور بشكل جيد جدا